بسم الله الرحمن الرحيم التغيير سنة من سنة الله عز وجل وضحها في هذا الكون من لا يتغير يبلأ ولذلك أين نتغير وكيف نتغير نتغير بخمس عوامل كل ما غير للإنسان قناعاته وأفكاره واهتماماته وقدواته وعلاقاته يتغير للأفضل بإذن الله عز وجل القناعات تتغير وذلك إنسان اللي يجمد أو يعني يتعصب لقناعة معينة الزمن يتغير لابد أن يواكب هذا التغيير ولذلك ممكن نغير قناعاتنا في عمر معين في سن معين كذلك الفكر الإنسان يتغير فكرة من طفولة إلى شباب إلى كبر إلى زيادة تعليم وذلك لازم يتغير تفكير الإنسان إلى الأفضل وإلى الأجود بما يتناسب مع حياته العامل الثالث أو الاهتمام الثالث اللي يجب أن نغيره اللي هي الاهتمامات في طفولة الإنسان عنده اهتمامات سواء سلوكية أو رياضية أو ثقافية لكن كل عمر معين عند الإنسان تتغير اهتماماته وجميل أن تزداد اهتمامات الإنسان وهذه تزيد من قدرته على الحياة بشكل أفضل النقطة الرابعة القدوات القدوات في حياة الإنسان أيضا في كل مرحل عمرية الإنسان تكون له قدوة الطفل قدوة والديه عندما يكبر يكون له قدوات معينة إما من مشاهير أو من ناس مقربين له ولذلك من الجميل أن تأخذ لك قدوة في كل مجال في حياتك ولا تقتدي بقدوة واحدة وتأخذ منها كل هذه الأشياء أخيرا تغيير العلاقات العلاقات ممكن تكون لك علاقات عمل ممكن تكون لك علاقات صداقة حميمة ممكن تكون لك علاقات طموح علم يتحقق من خلالها لذلك تنويع العلاقات في مجالات حياتك هي الأجمل والأفضل أسأل الله أن يفقني وإياكم لكل حياة سعيدة وقطف خدنا ثمر ترجمة نانسي قنقر